السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس الفلاتر اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الوجت واعتقد احنا فهمنا يعني ايه وجت واهميتها وفهمنا ان الفلاتر كفريمورك هو بيزودني بمجموعة من الوجت اللي انا بستخدمها في برامجة الاب بتاعي هنبدأ ان شاء الله المحاضرة دي نتعامل مع الوجت نفسها ونبدأ نفهم الية عمل الاب داخل الفلاتر كمان هنبدأ نتعامل ونفهم الفايل ده لو انتو فاكرين في اول الكورس قلتلك انا مش هشرح لك الفايلات او كل فولدر من دول بيحتوي على ايه وكل فولدر هنحتاجه هنبدأ نشرحه بالتفصيل عملي علشان انت ما تنساش اهو جاء الوقت دلوقتي علشان نفهم اول فولدر عندنا من الفولدرات دي فتحت كده هلاقي كمية فولدرات كتير فانا هتعامل مع المين دود دارت اللي هو موجود داخل الليب الفولدر ده نقدر نقول عليه هو الاساس بتاع الاب بتاعي او اهم حاجة في الاب بتاعي ليه؟ لان ما ينفعش ابدأ الاب بتاعي ولا شغله من غير المين دود دارت كمان ما ينفعش احزفه وما ينفعش اشتغل من غيره يبقى المين دود دارت ملف اساسي انتوا عارفين كده العمرة مما انت تيجي كده تبني عمرة اول حاجة بتعملها ايه الاساس بتاعها هو المين دود دارت ده الاساس من غيره الاب بتاعي مش هيشتغل طيب علشان نفهم وما نضيعش وقت انا هعمل ايه؟ شايفين كل الليلة دي اللي هي موجودة في الاب ده انا هاشيلها كلها كده انا سيبت دي الامبورت وفلوتر خد بالك انا كان ممكن امسحها بس انا حبيت اسيبها لك انا عادي جدا ممكن اقول له امبورت وهضغط انتر ولو انت ملاحظ هنا لو انا كتبت بس امبورت بيديني السيمي كولان والسينجل كوتيشن وبداخله هقول له باكيج هو هيعمل لي على فكرة يعني ام ملء تلقائي لها وبعدين هقول له فلوتر وهاخد السلاج ده وهقول له ماتيريال ضد ضرط وحتى هو تكمل هالة تلقائي فمش فرقة ان انا اسيبها او اكتبها ولكن طبعا ايه اختصارا للوقت انا اسيبتها هلاحظ ان هو مديني اندرلاين ازرع الاول قبل ما نفهم ليه اداني الاندرلاين تعالوا نفهم ايه قصة الامبورت والباكيج والدنيا دي بص امبورت احنا اتفقنا ان الفلوتر ما هو الا فريمورك صح؟ صح؟ طيب وقلنا الفلوتر مبني على لغة ضرط تمام؟ يعني انا علشان اشتغل واستخدم الفلوتر لازم اعمل لها استدعاء هو انت هنفع يعني اتكلم واحد زميلك من غير رقم تليفونه اكيد لا فانا انا بعمل امبورت انا بستدعي باكيج اسمها فلوتر موجودة في فولدر اسمه material.dart تمام؟ فين ده؟ في السي يبقى الامبورت ده كيوورد ده مكان الفايل بتاعي ده اسم الفولدر اللي موجود داخل السي material ده برضو فايل موجود داخل فولدر الدارت معنى ده ان انا عملت استدعاء الفلوتر داخل الدارت عشان كده انا قدر استخدمها واستخدم كل الودجت اللي موجودة داخل الفلوتر بسهولة حلو هو ليه هنا مديني underline ازرق لاني الفي اس كود عايز يقول لي اني الكود ده unused انا لسه ما استخدمتوش حلو؟ يعني ما فيوش مشكلة طيب كده انا عملت استدعاء لي الفلوتر وهقدر استخدمها طيب لو جينا بصينا للابليكيشن كده يعني كده وعايزك تركز معايا انا عندي ابليكيشن اول حاجة بتحصل في الابليكيشن ايه؟ موجودة عندك على الموبايل فانت بتعمل ايه؟ double click او بتضغط عليه ضغطتين بايدك صح؟ علشان يعمل ايه؟ يعمل launch الاكشن اللي انت بتاخده المطلوب منه انه الاب ده يفتح معايا طيب انا دلوقت عايز اكتب كود اقول له لما اليوزر يضغط على الايكون بتاعي الاب بتاعي اعمل launch للاب او run للاب هعملها ازاي؟ بص يا معلم هتقول له void مين؟ تفاكرين void مين؟ اللي احنا اتكلمنا فيها في الدارت؟ تفاكرينها ولا؟ ها؟ مين فاكرها؟ لما قلنا دي اساس انا ما بقدرش اكتب حاجة داخل الدارت من غير ايه؟ من غير الفويد مين؟ فاكرين؟ همسح ده وهعمل القصين ده كده انا عملت الفويد وقلنا الفويد دي لو انتو فاكرين والناس اللي حضرت كورس الدارت دي بنكتب فيها كود البروجرام او الاب بتاعي كله هنا بيبقى موجود هنا حلو حلو هقول له انا ران اب حتى هو مديها ليه؟ ران اب لانها فانكشن جاهزة قريدي ران اب طيب ران اب ايه؟ هقول له اكس اب ايه اكس اب ديه؟ هقول لك لحظة بس وهقفل بالسيمي كولم لو بصيت فوق هتلاقي ان الاندر لاين مش موجود ليه؟ لان انا قريدي استخدمت فانكشن جاهزة بتحالي من الفلاتر فبقى اني بدأت استخدم فلاتر هو شال الاندر لاين هنا ولكن الدالي الداني ايه؟ ريد لاين تحت الاب الاب ده ايه؟ انا اقول لك الاب ده كلاس لسه انا هعمله مش انا دلوقتي عملت قلنا الفويد مين دي هحط فيها كود البرنامج كله طيب انا دلوقتي عايز اليوزر لما يضغط يعمل لي ران للاب حلو هيران للاب الاب ده هكون موجود فين؟ في الكلاز ده فانا هنزل كده وهقول له ايه بقى؟ وركز في اللي جاية دي قوي الله يكرمك قوي لان دي هتفضل معنا على طول فاي قاب هنشتغل فيها تمام؟ بص استي ال يعني ايه استي ال؟ دي اختصار لو انت شايف حتى هنا هو بقول لك ايه؟ استيتلس ووجت استيتلس ايه؟ ووجت هتقول لي ايه استيتلس ووجت؟ ما تشغلش بالك انا المحاضرة اللي جاية هشرحها لك بالتفصيل التفصيل الممل تمام؟ طيب وهاجي عند الكلاز ده هاخد دي كابي كده اهو وحرميها باس خد بالك احنا بدأنا شغلي فعليا في فلوتر هعمل بس سبيس يبقى الكلاز ده انا اديت له اسم اكس اب واكستيند بيورس من هنا طبعا الكنس ده انا مش محتاجه دلوقتي فهعمل له ايه؟ دليت انا عملت ايه دلوقتي وركز معايا اول حاجة عملت امبورت لمكتابة الفلوتر او الباكش بتاعة الفلوتر وبعدين عملت فويد مين علشان احمل جوا البروجرام بتاعي او الاب بتاعي واي حاجة هنتبهى فيها وبعدين علشان انفذ الرن اب هنا فانا دلوقتي محتاج اعمل كلاس احط فيه ايه الكلاس ده وايه اهميته؟ ان انا اقول له الرن اللي موجود داخل الاب ده بمعنى لو انا البروجرام بتاعي هيشتغل ففيه عندي مسلا سبلاش سكرين صح؟ مش اي اب من شغاله وبيبقى فيه سبلاش سكرين بتفتح الاول وبعدين بيحمل معايا الابليكيشن تمام احطها داخل الكلاس ده اللي هو الاكس اب فانا الاكس اب هنا انا حطيته مرة واحدة فهو المفروض هنا هيستدعي كل اللي جواه طب انا عايز احط سبلاش سكرين احطها هنا طيب وبعدين الايكون الابعاد بتاعتها واللون بتاعها احطها هنا الديفولت تيكست يعني انا عايز مثلا ديفولت تيكست يكون ثابت اي يوزر يدخل يكتب فيبقى في ايه في ديفولت تيكست او ديفولت كالر وهكذا كل اللي هحطه داخل الكلاس ده لحظة الرن تمام؟ هيجي ايه؟ يسمع معايا في المين كده طيب او انا دلوقت لو شغلت البروجرام هيشتغل معايا وهيظهر ايه؟ متيجي نشوف علشان نشغل حاجك تحت هنا عند الكروم هضغط عليها كده وهو هختار الستارت بيكسل اللي هو الديفايس اللي انا منزله طيب انا عايز اعمل رن للبروجيكت هاروح على رن فوق كده هو هقوله ستارت ديبج زي ما انت شايف شغله ولكن اداني شاشة سودة ايه ده؟ طب هو فين الاب بتاع اللي هو هلو؟ مش احنا قلنا اللي هو بيديفولت لما انا بكاريت انيو بروجيكت بيعمل لي الفولدر ده وانا لحظة بس اصدر لك ده الديفولت فايل هنا اللي هو كان في المين دارت بيديني حاجات ازا ديفولت لما اشغل الاب هتشتغل معايا فانا شلت ده كله وبدأت اعمل الاب اللي انا عايزه وانا ايه مهمتي كا ديفولوب منت؟ ايه مهمتي كا ديفولوبر؟ ان انا اعمل الاب فروم زيرو فانا عملت ايه؟ استدعيت الفلاتر وبعدين عملت الفويد مين بتاعي وبعدين عملت كلاس عشان يعمل ايه؟ يعمل الاب بتاعي وحط فيه الخصائص فانا هنا ما حطتش اي خصائص طيب انا عايز اغير اللون ده حطي خصائص هنا فيه كونتينر عندي هنا كونتينر هنا مش عايزة تديله عايزة تديله لون في الكنتينر ده عايزة اغير اللون ده فجيت لو قلت له هنا انا علشان اضيف لون مثلا اغير لازم اضيف داخل ايه؟ داخل الكنتينر ده فانا هاجي بين القسين بتاع الكنتينر واضغط enter وهقول له color واخد وكاف وبعدين اقول له وقفل بالكومة مش خبالكم عشان ما نغلطش انا جيت بين القصين دول استنوا كده هعمل تراجع عشان في ناس بتغلط تيجي ايه تحت القصين تحت الكونتينر هنا وتقول له وبعدين ياخد وكاف وبعدين يقول له مش هتسمع معك ليه لان خارج الكونتينر لان هو هنا بيريتيرن حاجة بيريتيرن ايه بيريتيرن الكونتينر فانت بين القصين دول هتضغط انت وحتقول له وبعدين كالرز دوت بلو وقفل بالكومة هي مقفولة هي بالكومة وبعدين هعمل هيبدأ يعمل ريلوت او غوط ريلوت للابليكيشن بتاعي والمفروض ان يغير الشاشة من البلاك للبلو بص غير معايا من البلاك للبلو كده اول صفحة ايه بالشاشة الرئيسية ايه نخليها مثلا جرين وكنترول اس مفروض يغير البلو لجرين طيب يبقى احنا كده فهمنا ايه المحاضرة دي هتجالة فهمنا ان ده اهم فولدر معايا ان ازا هو بيديني بعض الكود اللي ببدأ انا بشيره وبعمل امبورت للباكيش او بسيب امبورت للباكيش عشان اقدر استخدم الخاصة بالفلاتر وبعدين اعمل عشان احط فيها الاب بتاعي كل الكلاسات اللي انا هستخدمها يعني لو عايز ارن ااب فانا رنيت الاب عن طريق اكس ااب كلاس اسمه اكس ااب وبعدين عملت ودتها اسم الكلاس بتاع اللي هو اكس ااب وحطيت فيها للشاشة اللي هتظهر واخد عندك بقى يعني لسه الشغل جاي بس انا مش عايز اضغط عليك انا فتحت نفسك اهو وبدأت تبرمج يعني تقريبا احنا بدأنا بالفعل نبرمج ااب اب ابليكيشن باي فلوتر فرهاجع الدروس اللي فاتت كويس جدا واخد بالك الكورس ده درس مبني على اللي قبله يعني لو فوت درس مش هتفهم من اللي بعد لاني الامور انا ممشيها ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب فانا حاجة مبنية على حاجة فاشوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية عشان نفهم يعني ايه ستيتلس وجد دي ايه ستيتلس وجد وايه الدونية دي لكن المحاضرة اللي جاية اعتقد مش هنعيد الكلام ده خلاص المين دارت انت عرفت تعمله عرفت تستخدم الامبورت او تستدعي في الامبورت فايل اللي هو بتاع الفلاتر وتعمل 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 وترن الاب بتاعك استمناني بقى المحاضرة اللي جاية عشان نكمل ما بدأناها